انطلقت فعاليات الطبع الخامسة عشر للمهرجان الأوروبي بالجزائر والذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مؤسسة فنون وثقافة الإذاعة الوطنية وقناة التلفز الجزائرية الثانية بمشاركة 17 دولة أوروبية ممثلة من طرف السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السيد ماريك سوكوليلو المهرجان الأوروبي يأتي ليعزز الامتداد الثقافي بين الجزائر والدول الأوروبية وليمد جسورا ثقافية بين الضفتين وقد شهد الافتتاح تنظيم معرضا فوتوغرافي كبير سيستمر طوال التظاهر الثقافية خاص بالموسيقية البلجيكي الراحل أدولف ساكس مخترع آلة الساكسوفون وواحد من أكبر رواد موسيقى القرن العشرين أحسنت تشعر أن نعطاقه في اعطاقه في دولة أوروبية سيشهر على قصة بموسيقى في خلال الأوروبية يتعرفون بعض البلجيكي وليم نعطاقه في دولة أوروبية وليم من أن يأتي جائرًا من الضفتين وأنه هو من إلغني وأن عبارة من الجزائر المنزيقية الدولة الأوروبية وأن مرحبا تنظر إلى الجزائر ومن إتشهر أن أشخاص بأطاقه في دولة أوروبية وضفتين في دولة أوروبية ونقدر العام ساكس، بيسونتيند للا نسانس دارالف ساكس، إنفاتور ساكسوفر، نحن مرحلون أن نحن بجمالين أولاً. بردال بلجيك ، نحن بجمالين بشكل جميعين بيديستين بلجيك، لترغبون منزل ساكس، ترغبون منزل ساكسين، سبباتين منزل، سبباتين منزل، كما سيعرف المهرجاء نشاطات فنية وثقافية متنوعة، من موسيقى، مسرح، رقص وسينما، إضافة إلى ورشات تكوينية لفائدة الشباب الجزائري فعاليات التظاهرة ستجري بالعاصمة الجزائر وكذا مدنا أخرى حيث سيحتك الجمهور الجزائري عن قرب بثقافة وتراث وفولكلور القرى العجوز هناك الكثير من المنزلين في الساكس هناك أيضاً في التهاتر هناك أيضاً في البالي هذا سيكون مجموعة من المنزل في 30 ميال السيتيمار سيكون منزل المنزل ويستطيع الجمهور الجزائرية الاستمتاع بالتظاهرات المقترحة في هذا المهرجان طيلة شهر ماي